ولا يجوز لأحدهم أن يمنع البيع يقول لا ما بيع خلاص كيف دبر نفسك ما أريد لا ما يصلح هذا هذا فيه ضرب وهذا يقع الورثة أحيانا البعض يقول ما أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن يعني يكون له نصيب في البيت فيقول لا أريد أن أبيع نصيبي ولا أريد أن أشتري أنصبتكم يبقى البيت على ما هو طيب نحن محتاجون نريد البيت نريد أن نستاسع علينا ديون علينا لابد أن يباع البيت هذا حق الورثة إلا إذا كان فيه ضرر على البعض هنا يتدخل القاضي مثلا في قصر أو شيء موضوع ثاني هذا أو الأم مثلا ما تجد مكان تسكن فيه الشاهد أنه إذا كان فيه ضرر على البعض فإنه لابد أن يكون شيء من التراضي نعم قال وإن أجروها كانت الأجر على قدر ملكين فيها يعني مثلا بيت لي أنا وأختي مثلا ميراث لي ولي أختي ورثنا هذا البيت وما بيعنا أجرنا طيب كم لي وكم لا للذكر مثل وحظي على حسب الملك أنا أملك ثلثين البيت إذا أملك ثلثين البيت إذن الأجرى ثلثين بالثلث نعم نعم ترجمة نانسي قنقر